سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة راعوث الجزء الأول كيف حالك يا خالد؟ أحلام يا عماد، كيف حالك؟ والله ما بطال شوف إحنا عايزين بكرة أو بعد بكرة نتلمى ونمشي لخلطة صفية عشان تونسنا وتحكيلنا واحدة من قصص الأنبياء المفيدة ونستمع ونستمتع أحمد الله خلاص، يلا لغاية بكرة نكون كلمنا بقية الشلة وعالف ما بنقدر نلاقي يوم نضرب ليهم الليلة المساء آآ كلام مزبوط يلا بينا يا جماعة يلا يا جماعة نمشي اتفضلوا، 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 اتشرفتوا، أهلاً وسهلاً أهل يا خالد صفية زي كيف؟ أهل الله يخليكم، والحمد لله مرحب، مرحب يا أولادي، نورت وشرفتوا أنا في رأي الليلة أنك تختاري لنا القصة يا خالد صفية يا جماعة في أيام واحد من الحكامة اللي سبقوا ملوك بن إسرائيل في الحكم حصلت له مجاعة كبيرة في بلاد بن إسرائيل وكان في راجل من مدينة بيت لحم القريبة من القدس اسمه اللي مالك وبسبب المجاعة اللي حصلت دي اللي يا مالك ده قرر إنه لجأ لبلد اسمه مواب وهي بلدة مجاورة لبلد بن إسرائيل من الجهة الجنوبية الشرقية وهي قريبة من البحر الميت سكانة كانوا وسنيين اللي مالك قام ساق معاه زوجته اسمه نعمة وأولاده اللي اتنين وهم محلون وكليون وماش اشتقر بأسرة دي في مواب وبعد فترة اللي مالك مات وبقت أعملته نعمة مع أولاد اللي اتنين في مواب وأولاد ديل كل واحد تزوج ليه وبيت من مواب كليون اتزوج واحدة اسمه عرفة ومحلون اتزوج واحدة اسمه رعوس وبعد عشر سنين من زواجهم تقريبا أولاد نعمة اللي اتنين ماتوا المرة المسكينة دي يا جماعة فقت الزوجة وأولاد اللي اتنين ونعمة دي وهي في بلاد مواب سمعت انه الله ساعد عباده بني اسرائيل وجاد عليهم بعد المجاعة عشان كده نعمة قررت الرجوع لبلاده وأرامل أولاد اللي اتنين كاننا عايزاتي يمشن معاها برضو ولما طلعا من بيت نعمة والسارم في الطريق معاها نعمة حاولت تقنعهم بانهم يقعدوا في بلدهم ووسط حالهم وقالت من فضول كان يا بناتي كل واحدة هس ترجع لي بيتها لأ بارك الله فيه كان على الإحسان والخير والعشر الجميلة مع أولادي في حياتهم ومعاي بعد موتهم الله يزعيد كان ويرزق كل واحدة منكم بالزوجة الصالح ونعمة باست كل واحدة في خدها وبكوا كلهم بصوت عالي لكن البنات اللي اتنين ما كانوا وافقات لأنهم كانوا عايزين يمشوا مع نسيبتهم وحصل بينهم وبين نسيبتهم النقاش وراعوس قالت لا أنا لازم أمشي معاك وأنا كمان لازم أمشي معاك أيوة لازم نمشي معاك ما ممكن نخليك براك يا بناتي أسمع عني كويس من فضلك أنا تاني ما حالي دولاد عشان يزوجوك يا ريت تسمع عني وترجع أنا قبلت على الزواج وحتى لو كان في أمل أني أتزوج الليلة ولدولاد أنتوا حتنتظرون لحد ما يكبروا ويزوجوك حتصرف أنا النظر عن الزواج عشانهم لا يا بناتي كدي ما بيبقى ما في داعي تشقم معاي أنا عصلي شقية لأنه يضل ضربتني وانجرحت جرح كبير أكتر من مرة ونعمة وعرفة وراعوس التلاتة بكوا مرة تانية بصوت عالي برضو وبعد ذاك عرفة باست نسيبة نعمة في راسها وودعتها لكن راعوس كانت لسه معان دم وتمسك بي رأيها عشان كده نعمة قالت ليها راعوس يا بتي شوفي عرفة في الآخر اقتنعت بي كلامي وهي مشتها السراج عليها هلا ما تركب راسك ساي أرجعي معاها خالتي أرجوك ما تضغطي علي كتير أنا بمش معاك يعني بمش ومحل ما تقعدي أنا معاك ومن نسة أنا غررت بشكل واضح يا خالة أتبع الحق وإلهك هو إلهي وشعبك هو شعبي وكمان بموت وبالدفن هنا ويا ريت يا ريت الله ينزل علي أشد العقاب إذا كان في شي بفرقني منك غير الموت ونعمة لما شافت رعوس مصرة إنها تمشي معاها خلتها وفضلوا ماشين لغاية ما دخلوا بيت لحمل ومع دخولي للمدينة الناس هناك يستغربوا وبعض النسوان قالوا المريكاية دي بتشبه نعمة دي نعمة أهل والله فعلا فعلا دي نعمة لكن المعات منه إزاي يا قام كيف حوالك يا أهلا وسهلا الحمد لله يا نعمة وحمد الله علي السلامة الحمد لله بي خير بركة جيتي الله يبارك فيك بس لكن اسمع عني التاني من الليلة ما تقول اللي نعمة قول اللي سجمة لأنه الله مرر حلاوتي أيامي أنا مشيت من هنا مع أولاداتي وبأولاداتي شملي ملموم رجحت بلاهن كل أحزان ليه تقول اللي نعمة طالما الله بطلاني وضوقني المر والفجيعة وفي الوقت اللي وصلت فيه نعمة ومعاها راعوس لبيت لحم كان بداية موسم حصاد الشعير وفي بيت لحم نعمة دي كان عندها قريبة من عشيرة زوجها المالك اسمه بعز والراجل ده كان من أعيان المدينة وراعوس ما كانت عايزة تقعد في بيت كانت عايزة تعمل شيء وتساعد نعمة عشان كده قالت ليها نعمة خالتي يا ريل تسمحي لي أمشي واستاذ اللي صاحب مزرعة عشان أمشي في مزرعته ورا الحصادين ولقط الصنابلة بفطوها كلها وجيب أشان تساعدنا في منتلكل والشراب على بركة الله يا بيتي موفغ بإذن الله أمشي بس ما تعي بروحك وراعوس قامت مشت لين بالمزرعة وبيقتها لقط ورا الحصادين وبالسلس في المزرعة دي كانت مزرعة بوعيز قريب نعمة وبوعيز جاء عشان يراغب الحصاد وعمل العمال وقال للحصادين هلا يساعي هلا معاكم يا جماعة بارك الله فيك بارك الله فيك وزادك من فضل وطبعا لأنه بوعيز شاف راعوسة ولمرة وما كانت من الناس المتعود يشوفهم في البلد ومع الحصادين سأل وكيله المشرف على العمل يا وكيل دي من البترة غريبة الشغال معاكم دي 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 يا سيدي بيت موابية جات مع نيم المواب وجات هنا وقالت اسم حليا راجع صنابل المفطوط ورا الحصادين وصمحنا لها لأنه باين عليها مسكينة ومحتاجة يمين الصباح مجتهد وشغالة لغاية دلوقت وما دخلت الضوء ولا ارتاحت اللي حبت زمن قصير وطبعا بوعيز كان سعيد جدا ومبسوط لأنه راعوز بالصدفة جاءت ليه مزرحته وممكن تلقى المساعدة المطلوبة وممكن تكون في امان عشان كده قليها مرحبك يا بيت معانا كل يوم تعالي هنا ما تبشي تلقتي في مكان تاني خليك هنا مع البنة الشغالة دل واجمع السنابل اللي بفطوها الحصادين وشيليها أنا والسيدة العمال هنا إنهم يعملوك باحترام وإذا اعتشتي أمشي أشربي من الموية المخصصة لهم وبعد كلام بوعيز ده راعوس انحلت ليه باحترام وقالت ليه أشكرك يا سيد والحمد لله علي رضاق عني أنا ما عارفة كيف رضيض عني واهتميت بي أنا الغريبة أنا عرفت قصتك وسمعت بكل الإحسان والاحترام اللي أنت عملتهم على نسيتك بعد وفاة زوجك وكيف إنك خليت أمك وأبوك وبلدك اللي تولدت فيها وعشت فيها وجيتي هنا ليه شعب ما بتعرف فيه قبل كده والله بكافيك على عملك اللي عملته الله إله بني إسرائيل اللي جيتي طالب أحمايته بيجزيك أجلك وبيشملك بكل فضله أتمنى إنك تكون راضي عني دائماً يا سيدي إنت أغدرتني وأكرمتني وفرحت قلبي مع أني ما بساوي أي واحدة من خداماتك ولما جوقت الأكل بوعيز قال لي راعوس يا راعوس تعالي هنا أكلي شيري من الرغيف ده وغميسي بهو وراعوس جات وقاعدت جنب الحصادين وبوعيز أداها فريق وأكلت لغاية ما شبعت وفضلت ولما رجعت للشغل بوعيز قال لي عماله يا جماعة خلوها تمشي وتلقى تحت من وسط حزم السنابل وما تمرعوها وكمان كسروا لها بعض السنابل من الحزم عشان تلقيتها بسهولة وما تدعبوها ولا تضايقوها وراعوس اشتغلت في المزرعة من الصباح لغاية المسا ونقت الشعير الجماعته وكان عبارة عن قفة شعير مليانة شالته رجعت بهو مع باقي الأكل ولما وصلت نسيبته شافتها وفرحت وراعوس ابتسمت وأدت نسيبته باقي الأكل الجابته من المزرعة وورت الشعير الجابته كمان ونعم لما شافت قفة الشعير قالت ليها ما شاء الله يا راعوس دي مكافأة جميلة فعلا كنت شغالة فياته مزرعة بارك الله في صاحب المزرعة ساعدك اشتغلت يا خاتي في مزرعة راجل اسمه بوعيز الحمود لك يا الله البحث للحيين والميتين أنا زمان عصيت ربي وقلت يمكن وقف ضدي لكن حس عرفته أني كنت غلطانا بالمناسبة يا بتي بوعيز ده قريبنا وكبيرنا ولأمرنا بارك الله فيه وجزاء والله ألف خير آي هو راجل فاضل جدا يا خالتي عارفة قال لي خليك مع البنات الشغالات عندي وتعالي لقطي هنا لا من الحصاد انتين انت فعلا محزوزة كده حصل لك كتير مما تمشي تشتغلي في محل تاني ناس ما معروفين كيف ولا احتماله ضيقوك ولا يا زوكي كمان وراعوس كانت ملازمة البنات في مزرعة بوعيز وكانت بتشتغل فيها كل يوم لغاية منتهى موسم حصاد الشعير وموسم حصاد القمح باقي طيب يا ولادي الليلة أنا حقف هنا في المرة الجاية بإذن الله نتقابل وكمل لكم باقي القصة جدا يا خالتي صفية تسلمي اشتركوا في القناة ما درسي جدين